اهلا بكم في فيديو جديد هقدم ليكم النهاردة كيكة الحليب الاسبانية هي كيكة نعمة وطرية وطعمها حلو قوي اسمها بالاسباني تريز لتشيس كيك يعني التلاتة حليب لانها بتتعامل بتلات انواع من الحليب هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف اول حاجة عاملها ان انا هجيب اربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة هافصل البياض عن الصفار هاخد البياض وهضيف عليه تلات نقط من عصير اللمون وهضربه بالمضرب الكهربائي لحد ما يوصل لقوائم المتمسك وهاخد الصفار وهضيف عليه معلقة فانيليا وكوباية سكر او نص كوباية سكر والحليب خلوا بالكم ان انا بستخدم اكواب المعيارية اللي هي بيبقى مكتوب عليها المقادير بالملي فلو مش عندكم الاكواب المعيارية دي خلوا بالكم وانتوا بتحطوا المقادير عشان تبقى المقاديركم مزبوطة هحط الدقيق والبيكنج بودر وربع معلقة صغيرة ملح هقلب الخليط مع بعضه لحد ما يوصل زي خليط الكيك هحط عليهم البياض البيض اللي احنا عملناه وهنزل عليهم بالتدريج معلقتين كده بمعلقتين وهقلب بالراحة خالص خلي بالكم انتوا بتقلبوا لان الخليط بيبقى هش قوي وكله هوى كده فهتحسوه منفوش كده وطري جدا وانتوا بتقلبوه هتحسوا بالقوام بتاعه وانتوا بتقلبوه فهتقلبوه بالراحة علشان الهوى اللي جوه الخليط ما يطلعش يتلقوها منفوشة كده وكلها هوى لما الخليط كله يتجانس مع بعضه هجهز الصانية اللي هدخلها الفرن وكمان هفتح الفرن علشان اسخنه انا استخدم الصانية دي هوريكو ازاي نبطنها بورق الزبدة او ورق الخبز بقلب الصانية كده على ظهرها وبحط الورقة اللي انا هغبس فيها بقصها كده بالمقص من الاربع اتجاهات خطوط طولية وباجي على الورقة واتنيها كده علشان تاخد شكل الصانية اللي هو الشكل المربع عشان لما حط الورقة الزبدة جوه الصانية تبقى واخدة شكل المربع كده وهدهن هنا الصانية بمعلاقة زيت علشان الورقة تثبت فيها ما تتحركش وانا بصب الخليط الكيكة احط خليط الكيك وهغبزه على درجة حرارة حوالي 200 درجة وبتستويه في حوالي 20 دقيقة اول 10 دقيقة بتبقى على درجة حرارة 200 وتاني 10 دقيقة هنخفض الدرجة شوية على حوالي 180 او 170 وبعد ال20 دقيقة بتكون استوات وهعرف ازاي ان هي استوات ان انا بدخل فيها خلت السنان وتطلع نظيفة او لو ما عندكوش ممكن نحط سكينة صغيرة ندخلها جوه كده لحد تحت ونطلعها لو طلعت نظيفة يبقى الكيكة استوات هسيبها تبرد على جنب وهاجهز خليط اللبن اللي انا هسقيها بها خليط اللبن بيكون عبارة عن نص كباية لبن ونص كباية كريمة خفق هو الحقيقة من المفروض ان هو ما يبقاش لبن اللي هو الحليب ومفروض يبقى حليب مكسف محلة بس انا لقيت ان هو تقيل قوي ومسكر جدا فانا استبدلته بنص كباية حليب عادية وضفت عليها مع لقتين سكر بودرة ونكهة فانيليا مع نص كباية الكريمة الخفق وبسقي بيهم الكيكة هنا بعمل ثقوب في الكيكة علشان خليط الحليب بينزل في الكيكة ويبقى الكيكة كلها تشرب من الخليط كله وبسيبها تشرب خليط اللبن لمدة ساعة مش اقل من كده واللي بينزل من اللبن برجع اشربه لها تاني لحد ما تشرب كمية اللبن كلها الخطوة دي مهمة جدا لانها هي اللي بتدي للكيكة التراوة والنعومة وبتديها كمان طعم حلو قوي اسيبها تبرد ساعة وهجهز الكريمة اللي بحطها على وشها وهنا استخدمت كريمة الخفق وضفت لما خفقتها وبقت زي الكريمة حطيت عليها معلقة سكر بودر ونكهة فانيليا وقلبتهم مع بعض وهوزعهم على الكيكة من فوق طبعا المقادير بالتفصيل سيبها لكم في صندوق الوصف هوزع الكريمة عايزة افردها بالتساوي وتكون كلها متساوية ممكن ان انا افردها بضهر السكينة بعد ما افردها امشي عليها كده بضهر السكينة عشان تبقى كل الطبقة متساوية ويبقى شكلها حلو انا هنا كمان قطعت الاربع طروف بتوع الكيكة بالسكينة علشان تبقى شكلها حلو في التقديم وهقطعها مربعات وهقدمها هنا ممكن نزينها بالفراولة او التوت او الكريز وممكن نسيبها سادة انا وانا بحط الكريمة عليها اخدت معلقتين على جنب وحطت عليهم ربع معلقة من الكيكة والخام علشان تبقى الكريمة بني وعملت بالقومع كده وردات صغيرة يعني من باب التغيير فممكن كمان ان احنا نسيبها سادة هي كده حلوة اوي بس كده اتمنى ان الطريقة تكون عجبتكم هي متعبة شوية بس بجد تستاهل لان طعمها حلوة اوي وكلها كده نعومة وطراوة ويعني بجدة اتمنى تجربوها وتقول لي رأيكم لو اول مرة تتابعوني اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة وانتظروا مني فيديو بديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة